اهلا بكم جميعا انا سعدل بكم على قناة ايزيو ايو فيديو النهاردة سهل وبسيط جدا هنتكلم فيه عن استخدامات كلمة واط في الواقع كلنا عارفين ان كلمة واط اداة استفهام بمعنى ما او ماذا بيسأل بها عن غير العقر ولكن لها استخدامات مختلفة الاستخدامات دي بتتغير على حسب المواقف اللي بتكلم فيه والمقصود منه وده اللي احنا هنرفه في الفيديو ده كلمة واط لها ست استخدامات او الاستخدام ده اللي احنا كلنا عارفينه اللي هي بمعنى ما او ماذا اداة استفهام بيسأل بها عن غير العقر what's your name ما اسمك what color is it ما لونها او ما لون what are you doing ماذا تفعل هنا معناها ما او ماذا بيسأل بها عن غير العقر وده الاستخدام اللي احنا كلنا عارفينه وده يعتبر سؤال مباشر بسأله لك او حد بيسأله لحد بشكل مباشر تاني استخدام ال what بتستخدم في السؤال الغير مباشر احمد اسكد مي what i was doing احمد سألني ماذا كنت افعل هنا استخدمناها برضو في سؤال ولكن السؤال هنا غير مباشر طبعا محطناش في الاخر اعلمة استفهام على اساس ان هو سؤال عادي زي اللي احنا عارفينه ولكن السؤال هنا غير مباشر احمد سألني ماذا كنت افعل جملة عادية خالص ولكنها بتحمل معنا السؤال يعني الفرق بين استخدام what في السؤال المباشر وبين استخدامها في السؤال الغير مباشر الجملتين دول what are you doing ماذا تفعل هنا انا بسألك السؤال بشكل مباشر ماذا تفعل اما الجملة الثانية اللي هي الغير مباشر احمد اسكد مي what i was doing يعني انت بتقول مثلا احمد سألني ماذا كنت افعل هو برضو سؤال اتوجه لك ولكنه بطريقة غير مباشر وفي الحالتين استخدمنا كلمة what يبقى دول استخدامين لكلمة what في السؤال المباشر اللي هو اللي احنا عارفينه وفي السؤال الغير مباشر ثالث استخدام لكلمة what لما تجي مثلا تدخل مكان وعايز تعرف اللي حاصل فبتقول ماذا يجري هنا او ماذا يحدث هنا او ماذا يحدث او ايه اللي بيحصل هنا بالظبط او ايه اللي بيحصل كل دي تعبيرات بنقولها باختلافات الطرق اللي احنا بنقولها بها ولكن بنستخدمها في محادثاتنا اليومية بشكل كبير جدا اللي هي مثلا لما تدخل مكان وتقول ايه اللي بيحصل هنا ممكن نقول what's going on ماذا يحدث او ماذا يجري what's going on here ماذا يحدث هنا او ماذا يجري هنا او ايه اللي بيحصل هنا بالظبط والتعبير ده طبعا احنا بنستخدمه في حياتنا اليومية وفي محادثاتنا كتير بنقوله بالعامية بنقوله باللغة العربية الفصحة ولكن هو في الانجليزي what's going on او what's going on here رابع استخدام لكلمة what وهو ان انت تستفسر عن شيء يعني مثلا بنتكلم مع بعض وانت قلت حاجة انا ما اسمعتهاش او ما فيمتهاش فبقولك اعيدها تاني او ايه زي ما احنا بنقول بالعرب كده ايه اللي هي what بس طبعا في اساليب تانية ممكن نستخدمها فيه منها باستخدام what وفيه منها بكلمات تانية يعني ممكن تقول sorry what طبعا اللي قدامك هيفهم ان هو انت مسمعتش الحتة دي فبيعيدها لك تاني والافضل يعني او الاكثر تقدم ان احنا نقول sorry لوحدها ولكن مفيش مشكلة خالص ان انا اقول sorry what ولو انت فيه مثلا informal يعني ان انت بتعامل مع اخوك او اي حد قريب منك اوي فبتقول له what اللي هو عيد الكلام تاني ان انا مسمعتش الحتة دي فبيعيدها لك تاني ده يعتبر استخدام ليها طبعا معظم الناس ممكن تكون عارفها ولكن هي الكلمات التانية اللي فيه ناس بتطلق بط فيها يعني مثلا فيه كلمة تانية خالص غير what وغير sorry فيه كلمة pardon اللي هي عفوا او معذرة او ادي الكلام تاني يعني هو بيتكلم معك وانت مسمعتش منه حاجة فبتقول له pardon يعني عفوا فبيقوم يعيد لك الكلام تاني وممكن تقول له pardon me برضو معذرة او عذرني اللي هو يعني ماسمعتش فبيقوم يعيد لك الكلام تاني باختصار في الحالة دي ان انا بستخدم what او sorry what او الكلمات اللي هي مرادفة لها او بتستخدم في نفس المجال او في نفس الموقف اللي هي استفسار عن حاجة انا مسمعتهاش او مفهمتهاش من شخص بتكلم قدامي خامس استخدام لكلمة what بنستخدمها لانها pronounce ضمير اللي هو عشان نبين الحاجة اللي احنا مش عارفين نعملها او محتاجين ان احنا نعملها انا مش عارف اعمل ايه لا ادري ماذا افعل I don't know what to do لا ادري ماذا افعل هنا استخدمتها كضمير عشان ابين الحاجة اللي انا محتاج اعملها او اللي انا مش عارف اعملها مش عارف اشتري ايه I can't decide what to buy لا ادري او لا استطيع ان اكرر ماذا اشتري هنا برضو استخدمتها كضمير عشان ابين الحاجة اللي انا محتاج اعملها او اللي انا مش عارف اعملها مش عارف اقول لك ايه I don't know what to say مش عارف اقول ايه او لا ادري ماذا اقول طبعا دي جمال كل انا عارفينها وبنستخدمها بشكل كبير جدا جدا في محادثاتنا سواء باللغة العربية الفصحة او باللغة العامية وطبعا من الانجليزي هي بتحمل الاثنين سعد استخدام لكلمة للتعجب او لنبلغة في شيء معين اللي احنا مثلا بنقول يا له من كده او يا لها من كده او ايه البتاع ده دخلت القضة ولقيتها مكركبة ومبهدلة او رحت الشغلة لقيت الدنيا ملغبطة ودخلها في بعضها فبتقول واتها ماس ما ها دي الفاوضى او يا لها من فاوضى او ايه الفاوضى دي طبعا هنا استخدمتها لان انا بتعجب من الحاجة اللي قدامي او ببالغ في الحاجة اللي قدامي برضو بنستخدم الموضوع دو في محادثات في محادثات كتير جدا يعني يقولك ايه الحلاوة دي او ايه الجمال دا او ايه القمس الحلو دا او ايه يا له من كذا او يا لها من كذا فبستخدم كلمة وات وبجيب بعدها طبعا الصفة اللي انا بقصودها في الشيء دوت وبعدها الاسم المقصود الكلام عنه الحاجات دي بنقابلها كتير في مواقف كتير في عياتنا اليومية لو احنا هنقيس الامثلة اللي احنا قلناها على اي حاجة هنستخدم فيها وات باختلاف الاستخدامات بتاعتها هنلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط وبكده يكون انتهت درس بتاعنا اتمنى ان هو يكون سهل وتكون كمان استفدت منه thank you for watching وربنا وفقنا جماعا ان شاء الله سلام عليكم